اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات من متابعي ومتابعات برنامج اقوال النبوة برحب بحضراتكم في بداية حلقة جديدة وحضراتكم اهلا بكل احبائي وعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان واحنا حاليا بندرس زي ما اكيد حضراتكم عارفين احنا حاليا في اخر حلقات رؤية 13 احنا بندرس سلسلة حلقات عن ضد المسيح وطبعا من اشهر الاسحاحات اللي بكلم عن ضد المسيح هو رؤية 13 ودي الحلقة 11 في رؤية 13 وفي الست سيرة طبعا والنهاردة لو ربنا اراد نبقى كده خلصنا اسحاح 13 من سفر رؤية اللي هو اسحاح صعب ويستاهل فعلا هذه الدراسة الممتدة وفي الحقيقة من ساعة ما بدأنا من عشر حلقات فاتت من ساعة ما بدأنا في رؤية 13 والاسئلة لا تتوقف عن موضوع الحلقة الحالية طبعا عارفين حضراتكم ان احنا بقينا آية آية وكلمتين اللي هم بيتكلموا عن عدد الوحش او رقم الوحش او 666 اشهر رقم في التاريخ وفي العالم كله طبعا كم الاسئلة اللي جات من حضراتكم وحضرتكم عن هذا الموضوع بالتحديد وانا كنت بخليها تتراكم علشان بالفعل كنت بحضر طبيعي للحلقة دي وفي ان شاء الله لو ربنا اراد في حلقتنا النهاردة انا هجاوب على الغالبية العظمى من الاسئلة اللي وصلتني فهستقع اعتذر بس لحضراتكم مش هقول كل واحد او كل واحدة بعتت سؤال اسمه ايه والسؤال ايه لكن في الغالب اي حد بعد سؤال او تعليق عن رؤية 13-18 او عن عدد الوحش 666 في الغالب هيلاقي تمت الاجابة على السؤال او اجم تمت التعليق على التعليق في الحلقة الحالية ولكن مش هنحطها في شكل اسئلة ده احنا نمشي في الحلقة عادي جدا بس هراعي هذا عشان كده فيه تفاصيل كتير احيانا هستفيد فيها في الكلام لانها مبنية على استفسارات المهم احنا سبق وشرحنا المعنى المقصود ان الوحش او مملكة الوحش ستتيح للناس وسيلتين مش تلاتة وسيلتين للتمتع بحرية الانشطة الاقتصادية البيع والشراء الوسيلتين دول هم ايه يا اما طبعا في حاجة اساسية في الاول هي عبادة الوحش السجود للصنم بتاع الوحش لكن الوسيلتين دول يا اما يمتلك الشخص علامة او سمة للخرجمة بتاعة الوحش او ان يمتلك الشخص عدد اسم الوحش ففي حاجتين يا العلامة يا اسم الوحش السمة الليل هي العلامة هي الاساس ولكن في حاجة تانية وسيلة تانية مش لازم تكون السمة او العلامة او الخرجمة ولكن عدد الوحش وده معناه في منتهى الأهمية أن المؤمنين والمختارين في الأيام الأخيرة ليسوا هم من سيحسبون عدد اسم الوحش خلي بالكم بقى دي يعني نبدأ بيها بقى ناس كتير فاكرة أن موضوع العدد ده هو المؤمنين هم اللي هيقلوه لكن في الحقيقة لا هو مملكة الوحش أو النابي الكذاب هو اللي هيطلع العدد ده هيطلع رقم كده والرقم ده هيكون مرتبط بوسيلة معينة زي باسورد مثلا بس هو مش باسورد معرفش يعني يبقى ايه لكن هيرتبط بوسيلة معينة من خلالها الناس تتمتع بحرية الشراء يبقى من له عدد الوحش هيبقى عنده حرية البيع والشراء والحياة شبه العادية تحت آلام الضيقة العظيمة طبعا المؤمنين بقى هيربطوا بين هذا العدد اللي مملكة الوحش هتعلنوا وبين اسم الوحش مش النابي الكذاب اسم ضد المسيح أو الوحش الأول الوحش الخاء الطالع من البحر وهيكتشفوا زي ما هنشوف النهاردة ان هم مرتبطين بسر معين ده اللي هندرسوا النهاردة واحنا عارفين حاليا ان هذا العدد هو ستمية ستة وستين سيتم فرض هذا الرقم على الجميع من خلال وضعه كمحتوى حاجة زي السمة زي الخراجمة ده اللي مكتوب إلا محدش يقدر يبيع ويشتري إلا من له العلامة السمة الخراجمة التي هي اسم الوحش دي أول حاجة طبعا مكتوبة في العربي عند حضراتكم أو اسم الوحش وحنا قلنا انه دي لأ هي التي هي اسم الوحش أو يبقى لي عدد اسم الوحش أو عدد اسمه تعالوا طيب نروح مباشرة إحنا كان بقينا كلمتين في الآية 17 وبعد كده الآية 18 في الآية 17 لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش حرفيا التي هي اسم الوحش أو عدد اسمه أو عدد اسمه إحنا تكلمنا عن كل حاجة ما عدد حكاية عدد اسمه ونبدأ حلقتنا النهاردة إيه حكاية عدد الاسم ده يبقى إذن أول كلمتين في الآية 17 اللي قدامنا في التقسيم العادي ده اللي قدامنا هنبدأ بيها الموضوع أو عدد اسمه يبقى محدش يقدر يشتري أو يبيع إلا إذا كان ليه العلامة أو العدد العلامة أو العدد طيب هذي الوسيلة التانية للتمتع بحرية نسبية تحت ظل حكم الوحش ضد المسيح بعد كده يقول أو عدد اسمه تعالوا هنا بعد التعبير من أول هنا لشغل الجاد إيه حكاية عدد اسمه عدد اسمه ده يعني تعبير مهم عدد الاسم تعالوا الأول نشوف الاسم وبعدين ندرس عدد الاسم الاسم هو يعني إحنا درسنا قبل كده كلمة الاسم باليوناني نومة يعني كلمة بتعبر عن كيان الشخص يعني عن في اليوناني كده وفي العربي يعني ممكن أو ممكن لا بعض الناس يقول له من اسمه جزء من الصفات الاسم يعني لكن في اليوناني لا في اليوناني في الثقافة اليونانية وفي العبري الاسم اسمه يسوع اه دي بس كفاية كلمة يسوع كده ليه ان كلمة يسوع وانه الاسم يعني بيخلص فاسمه يسوع ليه لأنه يخلص واحد يقول له لا طبعا هيسموه يسوع لأنه لازم يدوله اسم لا ده في العربي عندنا وكده لكن الاسم يسوع في الثقافة اليونانية وفي الثقافة العبرية معناه اللي بيخلص فهيسموه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم طيب تعالوا نقف بقى عندي ايه فده اسمه إذن اسم الوحش ده مهم جدا مش مجرد اسم عهادي ده غالبا هيبقى اسم كاسم بيعبر عن الشخصية بيخوف لو الوحش بيخوف بيرعب لو الوحش بيرعب يعني اسم مش عادي طيب ايه بقى حكاية عدد اسمه اه تعالوا نقف بقى شوية كتير عند عدد اسمه اصل التعبير ده كلمة يوناني اللي هي ارثيموس ودي معناها يجايب منها اريثماتيكس او النامبرز الارقام الاعداد ولكن الكلمة ارثيموس معناها التوتل الاجمال يعني خلي بقى لما ينقول عدد الوحش او عدد اسم الوحش او عدد اسمه كلمة عدد في العربي يعني رقم وخلاص لكن الكلمة لما تكتبت في الاصل معناها اجمال الكلمة معناها كده الكلمة معناها ذاتوتل ارثيموس يعني ذاتوتل في لقى 22 دخل الشيطان في يهوزة الذي يدعى الاسخيروتي وهو من جملة خلي بالكم من الاية دي في لقى 22 من جملة الاثنى عشر ايه جملة دي ارثيموس الترجمة هنا جملة اه فهو كلمة عدد طبعا الكلمة عدد الوحش ده بشهورة جدا وكلنا بنكررها بالعربي رقم الوحش وعدد الوحش لا بس هي بالعربي رقم مجرد رقم نمبر وخلاص لكن في اليوناني معناها الاجمالي اجمالي الاسمه خلي بالكم ده كلام مهم لان احنا عايزين نفهم يعني ايه عدد الوحش فهو بيتكلم عن اجمالي اجمالي والرب يسوع مرة كان عنده ناس كشير جدا لازم يؤكلهم فقال لهم طيب اعادوا الناس مجموعات فاتكة الرجال وكان عددهم خمسة الاف يعني ايه عددهم خمسة الاف يعني واخدين رقم كوني خمسة الاف لا كان اجمالي الناس اللي لازم تاكل خمسة الاف دي انا بقول لكم على ايات فيها كلمة ارثيموس دي موجودة في يحنى ستة يبقى اذا كلمة عدد الوحش حرفيا يعني المجمل الاجمالي الجملة زي ما الكلمة دي جات في تمنتاشر اية في الكتاب المقدس كلمة ارثيموس وفي كل الايات معناها التوتال المجمل اذا عدد اسم الوحش مش كود نمبر مش رقم كودي للوحش ولكنه حاجة نجمعها نجمع حاجة على حاجة على حاجة يساوي في الاخر الاجمالي هو ستة مية ستة وستين هنا بقى ده كلام مهم ليه حد يقول لي طب يعنيه الاجمالي ايه ولا ان القديس يحنى هنا في رؤية كان بيتكلم عن حاجة معينة اسمها الجيمطرة ومعليش هاخد خمس دقايق او اكتر شوية في موضوع الجيمطرة ده لان اللي مش هيفهم الجيمطرة مش هيقدر يفهم موضوع ستة مية ستة وستين لان احنا ما عندناش في الثقافة بتاعتنا موضوع اجمالي العدد او الجيمطرة الجيمطرة دي كان زمان في لغاية النهاردة على فكرة لكن كان زمان في اليوناني وفي الابطي كمان وفي العبري كان كل حرف من حروف الابجدية يعني الفا بيتا غمى دلتا مثلا كان الحرف الفا يبى واحد وبيتا يبى اتنين غمى يبى تلاتة دلتا يبى اربعة وهكذا كل حرف له رقم تمام ونفضل لغاية تسعة بعد كده ناخد عشر عشرين تلاتين اربعين لغاية تسعين وبعد كده مية متين تلتمية اربعمية وهكذا كانت الحروف الابجدية هي نفسها ممكن تبقى ارقام احنا عندنا في العربي مش كده عندنا الف بيتا سه وواحد اتنين تلاتة اربعة لا في اليوناني والعبري لغاية النهاردة فيه الف بيت اللي هي الحروف الابجدية العبرية هم نفسهم حروف وهم نفسهم ارقام فلما نقول الف بالعبري مش العربي ده معناها الحرف الالف اللي بنبدأ بالكلمة احيانا او او رقم واحد وبالتالي كل اسم كان عبارة عن ايه؟ كل اسم كان عبارة عن شوية حروف وكل حرف ينفع يبقى حرف السين والكاف والوا والنون وكل حرف ليه قيمة عددية في نفس النظام فبحسب الجيمترا كنا نقدر نعمل ايه؟ يعني انا اسمي اكرم مثلا ده في العربي لكن لو انا كتبت اكرم بالعبري او باليوناني او بالابطي الف اه يبقى ليها رقم واحد وبالابطي مثلا كابا يبقى ليها رقم ورو بالابطي يبقى ليها رقم والفة تاني يبقى ليها رقم والمي الاخير اكرم يبقى كده كله لو جبعت الارقام دي يبقى الـ total الاجمالي بتاع الاسم وإجمال الاسم كان هو اسمه عدد الاسم أو جملة الاسم إحنا القديس يوحن رحيب هنا لما بتكلم عن عدد اسمه لازم لابعرفين يقص دي بكلمة عدد اسمه دي كانت حاجة اسمها الجيماترا والجيماترا دي كانت موجودة في أو الجيماتريا والجيماتريا كانت موجودة في معظم ثقافات العالم بذات اليونان والرومان والعبرانيين اليهود ولكن حاجة اساسية في التراث والتقليد اليهودي الجيماتريا علم مهم من نهاردة يعني زمان من الفين سنة كان اليونان عندهم الجيماتريا والرومان عندهم الجيماتريا والمصريين الأقباط كانوا موجودين الفين سنة الأقباط كانوا عندهم جيماتريا واليهود كانوا عندهم جيماتريا واحتمال أمم تاني كان عندهم جيماتريا طب النهاردة في 2020 او احنا على بداية 2021 العالم كله عنده جيماتريا لا الا شعب واحد ما زال عنده الجيماتريا لغاية النهاردة اللي هم مين انه هم اليهود بالذات اليهود المتدينين اه ده علم اساسي في حاجة عند اليهود اسمها الكابلاء الكابلاء دولا اللي هم الصوفية اليهودية اللي عندهم اسرار بقى وحاجات كده وقولك الكتاب المقدس ده مليان اسرار والغاز ويعودوا يحلوا ويحللوا بيسموهم الكابلاء في اليهود يعني لغاية النهاردة والجيماتريا حاجة اساسية عند اليهود لغاية النهاردة وبيمرسوه وبيعدوه لغاية النهاردة يفسروا الكتاب المقدس بالجيماتريا ابراهيمي برقبه وهكذا كل واحد يجمعوله اسمه اذا لما القديس يحن الحبيب تكلم عن عدد اسمه كان يقصد الجيماتريا اللغة العبرية فيها اتنين وعشرين حرف في الابجدية التسعة حروف الاولى اللي هي اللي هم التسعة الاولين دول كل واحد منهم من واحد لغاية التسعة يعني تيت هو رقم تسعة في اللي انا قلتهم دولها الابجدية بس عند اليهود عند اللغة العبرية وده كده من واحد لغاية التسعة بعد كده بقى يبدأ من اليود اليود ده يبقى عشرة وبعدين الكاف يبقى عشرين واللاميد زي اللام عندنا تبقى تلاتين والميم زي الميم عندنا اربعين والنون زي النون عندنا خمسين والسماخ يبقى ستين والعين او العين يعني عندنا تبقى وهكذا سبعين والبي والتسادة يبقى ايه يبقى تسعين وبعد كده ينقل بقى عالمية الكوف والرش والشين والطوف يبقى 200-200-300-400 وهكا إذن في اللغة اليهودية لغاية النهاردة يقدر يعني مثلاً كلمة يهوى وهو أحطها على الشاشة كلمة يهوى ده عبارة عن كم حرف عبارة عن أربع حروف اليود والهاي والفاف والهاي طيب يود هاي فاف هاي يبقى اليود عشرة والهاي خمسة والفاف ستة والهاي الثاني يبقى خمسة يبقى عشرة وخمسة وستة وخمسة يبقى ستة وعشرين يبقى جملة عدد كلمة يهوى هي 26 إذن عدد اسم الله في العبري واليهود عالفين كده هو 26 طبعا في طرق تاني معقدة شوية يعني أنا بحاول أبسط لكم موضوع الجيماتريا ولكن دي الأساس بتاعها إذن كل اسم في العبري واليوناني نقدر نديله رقم لأن كل حرف له رقم نجمع الحروف أرقام الحروف على بعض يديني رقم طيب عرفنا يبقى إذن الآية 17 بتقول عدد اسمه إذن لما الوحش هيطلع هناخد اسمه ونحول الحروف بتاعته إلى الأرقام ونجمع الأرقام يبقى هو ده الرقم وأي حد عنده علامة هذا الرقم يبقى زي بالظبط عنده علامة أو سمة الوحيد تعال نروح بقى للآية 18 علشان الوقت بتاعنا هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه هو عدد إنسان وعدده ستمائة وستة وستون دي الآية رقم 18 والأخيرة في إصحاح 13 الآية دي بتقدم لنا حقاق مهمة جدا هنكشفها دلوقتي وإحنا بندرس مع بعض الدراسة بتاعتنا ولكن البداية بتاعتها هنا الحكمة دي جملة مستقلة يعني لو أنت لاحظت كده هتلاقيها جملة هنا الحكمة وفلسطوب في النص اليوناني عبارة عن ثلاث كلمات يعني هود هي صوفية استين هود هي يعني ألف لام يعني هي صوفية يبقى هود هي صوفية استين نخلي بان لأن ليه قاريتها باليوناني لأنها في العربي كلمتين هنا الحكمة طيب في اليوناني تلات كلمات يعني فيه كلمة ما تترجمتش نعم فيه كلمة ما تترجمتش هود أنا هجيلها دلوقتي حال دي كلمة مهمة جدا وبعد كده استين في الآخر يبقى هود هي صوفية صوفية يعني حكمة وستين إحنا عارفين صوفية بنسمي ناس كتير بنات صوفية أو صوفية كلمة يوناني يعني ايه يعني حكمة يعني حكمة كلمة فلسفة فلوسفية يعني محبي عن حكمة طيب وبعد كده إستين إيه بقى إستين دي مش مترجمة إستين ده اللي هو فعل الكينون أيمي يعني تكون يعني هنا الحكمة كائنة مش مترجمين احنا كلمة كائنة هنا الحكمة تكون هنا الحكمة تكمن هنا الحكمة توجد يعني الجملة بتاعت هنا الحكمة في أول عدد 18 كانت العسول تقول هنا الحكمة موجودة تكمن قائمة الفعل نفسه فعل الكينونة تكون طبعا زي بالانجليز كده فعل باليوناني ربي يسوع كان يقول انا هو انا اكون ايجو امي ايجو امي هي امي دي المصدر بتاعت استين طيب تعالوا بقى ايه هنا الحكمة عايزها برضو عند كلمة هنا لانها مهمة شوية كلمة هنا كلمة هنا بتترجم هنا بس في الحقيقة الكلمة دي في اليوناني معناها حاجة يا قبلها يا بعدها يعني اخلي بالكم انا عايز نفهم كلمة الله فمعنش ما تزعلوش مني الاخوة اللي بيستحملين اليوناني لان في حاجات ما تترجمش بسهولة بالعربي الكلمة دي كلمة هودي او اودي اودي اللي بدأت بها الجملة دي معناها يا اللي فات في محتاج حكمة في حكمة يا اللي جاي في حكمة يا اللي فات يا اللي جاي وموجودة في الكتاب المقدس بالمعنيين معنى اللي فات او معنى اللي جاي يعني هديكم مثلا مثلا في رؤية 13 عدد عشرة ما درسناهوش لان احنا عدينا عدد عشرة ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب وان كان احد يقتل فبالسيف يقتل ينبغي ان يقتل بالسيف هنا صبر القدسين وايمنهم بتتكلم الاية عن الاضطهاد والناس اللي هتموت من ضد المسيح بسبب شهادتهم حلو جدا هنا بقى الصبر يعني في الموضوع ده بقى الصبر خلي بالكم تعبير اودي اه جاتا هيدي بس هنا الترجيم عن ايه عن اللي جاي ولا عن اللي فات بتكلم عن الاضطهاد هو بتكلم عن الاضطهاد وفي الاضطهاد ده هو الصبر مطلوب تمام كده يبقى كلمة اودي بتتكلم على اللي فاتها وموجودة هنا في اكتر من مكان تاني موجودة مثلا في رؤية 14 نفس الكلام هنا صبر القدسين بتكلم عن لا تكون راحة نهارا وليلا وهكذا هل هودي تنفع اللي جاي وايه علاقة الموضوع ده بفهم الاية هستغذر حضراتكم في فاصل قصير ونلتقي بعد الفاصل اهلا بيكم بعد الفاصل وكنا بندرس التعبير بالعربي هنا هنا الحكمة اللي هي هنا الحكمة تكمن وقلنا ان كلمة هنا دي باليوناني يعني اودي واودي معناها يال احنا جبنا مثالين انها ممكن تعني على الحاجات اللي فاتت والكلام ده مهم جدا لان بالعربي هنا اللي قسم الآيات خد كلمة هنا الحكمة دي وحطاها في الآية 18 هي تنفع في الآية 17 وتنفع في الآية 18 وتنفع للاتنين يعني خلي باني وانا ديت لكم مثل في رؤية 13 عشرة في نفس الاصحح كلمة اودي بتتكلم عن اللي قبلها وفي مثل تاني في رؤية 14 عشرة اونا اودي برضو صبر القدسين بتكلم على اللي فات بس الكلمة ممكن تعني اللي جاي برضو يعني اللي عمله اللي ترجم بالعربي هنا يعني هو مغلطش قوي بس يخلي بالنا لما عمل فصلة الآية 17 عن 18 بقينا نسينا خالص 17 ولما بنيجي نقرأ هنا الحكمة بنركز بس على العدد 666 لكن في الحقيقة هي تعني الاتنين في رؤية 17 بسا نقول اودي هنا الزهن الذي له حكمة زي هنا الحكمة بزبط السبعة رؤوس يا سبعة جبال بتكلم عن حاجة جاية اه يعني كلمة اودي لما يقول اودي هنا الحكمة هنا الزهن هي اي حاجة ممكن يكون على قبلها وممكن دي في قواعد اللغة اليونانية واه احنا محتاجين على فكرة يعني ما تتضيقوش احنا محتاجين نعرف المعلومة دي عشان لما تقرى حضرتك هنا الحكمة ايه هنا الحكمة دي ليه علاقة بي اه موضوع السماء ولا ليه علاقة بي العدد ليه علاقة بالاتنين باللي فات واللي جاي وانا اديت لحضراتكم امثلة هي هنا بقى الاتنين بتربط موضوع السماء بالجاي اللي هو حساب العدد فهي بتكلم عن اهمية الحكمة المقصود بالتعبير ده ان الحكمة مهمة جدا في حاجتين انك انت تميز الوحش فما تسجدلوش وما تقبلش السماء وفي نفس الوقت تقدر تحسب عدد الوحش فتتأكد انه هذا بالفعل هو الوحش اللي بتكلم عنه النبوة هو ده المقصود بهذا الموضوع الروح القدس يقصد القول ان حرمان المختارين من القدرة على الشراء والبيع اللي جيه في عدد سبعتاشر ده مربوط بقدرتهم مربوط يعني الكلمة اودي دي بتربط اللي فات هي ليه علاقة بتسمع في اللي قبلها وبتسمع في اللي جاب لها فبتربط اللي فات بالقدرة دي بايه بحساب عدد الوحش طيب ولغوياً كلمة الحكمة معناها الفطنة الزكاء يعني لما نقول اودي ايسوفية اللي هي هنا الحكمة يعني الزكاء الفهم بس خلي بالكم فيه نوعين من الحكمة فيه حكمة طبيعية الناس تتعلمها في المدرسة ها زي موسى النبي لما القديس 80 ألف عمال سبعة أنه تعلم حكمة المصريين وكان مقتدراً في الأقوال والأعمال إذن فيه حكمة نتعلمها من العالم زي موسى ما تعلم من بيت فرعون حكمة حكمة مهمة ولكنها مش حكمة خاصة مش حكمة سماوية لأن فيه حكمة تاني بقى هي الحكمة السماوية الحكمة اللي ما نتعلمهاش بتنزل من فوق الحكمة النازلة من فوق اللي مكتوب عنها في كورونسوس الأولى 31 هي حكمة بلا حدود غنية جدا القديس بوترس الرسول بيقول عن القديس بوليس ايه احسبوا يا حباي انات الله خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بوليس بحسب الحكمة مش اللي تعلمها على قدمي غاملائيل لا ده فيه حكمة تاني معطى له اعطيت له اللي هي الحكمة الوحية طب يا ترى احنا هنا الحكمة انا واحدة فيهم حكمة أرضية ولا حكمة سماوية المقصود هي حكمة سماوية يعني من له الحكمة المقصود بيها هي الحكمة السماوية الحكمة مش الأرضية ولكن الحكمة اللي ما ينفعش إنسان يتعلمها لازم يطلبها فتعطى له طيب بعد كده يقولي نسيبها هنا الحكمة بعد كده بيدخل في موضوع بيدخل تاني بيقول من له فهم بعد هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش سبق ودرسنا مع بعض احنا موضوع الفهم ده يعني سبق ودرسناه ولكن هي زيها زي الحكمة بس معناها الزهن معناها الزهن الالة اللي بتشغل الحكمة كلمة فهم يعني زهن خنون نون يعني زهن من له عقل من له زهن معرفش كلمة زهن دي كلمة زي اشرحها لكن هي موجودة يعني كلمة عربي منتشر يعني اللي هي الاداة اللي داخل الانسان اللي بتقدر تعمل بروسيسنج الحكمة تقدر تشغل الحكمة هي تخليها عنده قدرة على التفكير فهنا بقى دي الحكمة اولا تيجي من فوق والعقل العقل البشري اللي بيشغل الحكمة دي المنطق ده في لوق 24 لما ظهر الرب بعد القيامة للتلاميذ مكتوب ان الرب حين اذن فتح ازهان التلاميذ ليفهموا الكتب في لوق 24 ازهانهم اهنون دي كلمة نون اللي جات هنا دي هو الزهن لازم الزهن ده يتفتح علشان الحكمة السماوية تقدر تشتغل فاحنا محتاجين اللي اتنين محتاجين الحكمة عطية الله ومحتاجين العقل البشري او الزهن القادر على تشغيل الحكمة علشان يقدر يحل اللغز بتاع عدد الوحش وعلى فكرة الحكمة مطلوبة في الايام الاخيرة دي حاجة الحكمة والفاهم اللي اتنين مش بس في رؤية 13 لا ده احنا عندنا اكتر من موضع في الكتاب المقدس نفهم منه اهمية وجود الحكمة والفاهم في الايام الاخيرة هندرس مثلا في رؤية 17 هنا الزهن الذي له حكمة خلي بالكم احنا هنا في رؤية 13 بتكلم عن هنا الحكمة واللي ليه زهن اه في رؤية 17 بقى الزهن اللي استلم من ربنا الحكمة يقدر يفهم موضوع الوحش موجود كلام ده في رؤية 17 تسعة اذا الاتنين مع بعض مهمين جدا هادي موضع اهو وطبعا احنا عارفين في سفر دانيال في كلام كتير عن الحكمة وعن الفهم وبالذات الفهم ودانيال بيتكلم في دانيال 12 ان كثيرون يتطهرون ويوم حصون اما الاشرار فيفعلون شرا ولا يفهم احد الاشرار لكن الفاهمون يفهمون اللي عندهم الحكمة والفهم هيفهموا اسرار النبوة والرب يسوع نفسه لما جيه تكلم عن ركسة الخراب اللي ليه علاقة بيضد المسيح اه قال ايه متى رسأ نظرتم ركسة الخرابة التي قال عنها دانيال ليفهم القارئ يبدأ بقى القارئ يشغل الحكمة اللي استلامها من ربنا في مكانة الزهن علشان يقدر يفهم ويقدر يميز الأمور ويهرب الذين في اليهودية إلى الجبال في متى الكلام دا وجود على فكرة في مرقص 13-14 طيب اذا دلوقتي احنا تكلمنا عن الفهم وعن الحكمة فليحسب عدد الوحش يبقى اذا مطلوب حاجتين مش مطلوب علم في الهندسة ولا الجبر ولا فلاسفة ولا مش عارف ايه لا مطلوب انسان منفتح على حكمة الروح القدس ويدرب ذهنه على انه يشتغل انه يتعب فيستغل الحكمة اللي هي في ان يوصل الى النتائج طيب يعمل ايه بقى يقول الكتاب فليحسب عدد الوحش وخلي بالكم تعبير يحسب العدد ده تعبير على الفكرة ارهق ارهق تعب المفسرين يعني هو تعبير مش بسيط يعني العلامة تشارلز واحد علماء سفر الرؤية في النص اليوناني واحد انسان عظيم يعني عملاق في دراسة النص اليوناني عمل مجلدين عن سفره المهم العلامة ده ار ايه تشارلز كاتب ان هذه الجملة الجملة دي بالتحديد فليحسب عدد الوحش صعبة جدا في الفهم بسبب صعوبة الكلمات بتاعتها الكلمات محطوطة بشكل صعب جدا لكن طبعا احنا بالعربي النص سهل يعني من له فهم فليحسب عدد الوحش المهم فيه شخص او مجموعة اشخاص في الايام الاخيرة في تلك الايام هيمتلكوا حكمة سماوية وذهن مدرب ويبدأوا يحاول ويحاول وسيصلوا فعلا الى حساب مش الى اكتشاف لا هو فكرة حساب لان الرقم نفسه هيطرح في الجو العام لعلاقة بالحاجات اللي هيوفرها ضد المسيح مش المؤمنين ولا المختارين هم اللي هيتكلموا عن العدد ده في الاول لكن ده هيلاقوا العدد ده ضمن حاجة معينة ما انا عرفهاش ايه هيبدأوا بقى يروح حاسبين وهيلقوا العدد ده ستمية سنتة وستين زي ما هنشوف بعد شوية وهيبدأوا يحسبوا بالجيمترا اسم الوحش فيداروا يعرفوا ان العملية متزبطة تماما زي ما النبوة قالت لنا من الفين سنة من دلوقتي تا اذا حصلت الضيقة العظيمة حاليا الفعل يحسب الفعل يحسب وده فعل مهم جدا ابسفيزو باليوناني ابسفيزو باليوناني معناه يعد الارقام يقول واحد اتنين تلات اربعة الفعل معناه كده يعني يبدأ يحول الاسم ده الى ارقام ويبدأ يعد الارقام يبدأ يعد الارقام هنا بيتكلم عن جيمترا مش عايزة كلام يعني اي حد هيقول دي طريقة تانية غير الجيمترا بمش فاهم لا فاهم نص كتابي ولا فاهم معاني الكلمات بسفيزو كلمة ندرة في الكتاب المقدس ومجاتش غير مرتين في الكتاب المقدس جات هنا وجات في انجيل لوقة الرب يسوع مرة بيقول من منكم وهو يريده ان يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب يعد يحسب بسفيزو يحسب النفقة يقول خمسين جنيه رملة متين جنيه طوب عشرين جنيه مش عق وهكذا يعد يحسب ويعد نفس الكلام جات هنا في الموقف بتاع لو 14 عن حساب النفقة وجات في اسم او عدد الوحش او عدد ضد المسيح طيب بعد كده يقول لنا روح القدس لازم يتحسب لانه عدد انسان ودي نقطة برضو مهمة حكاية عدد انسان دي عدد انسان اريسموس احنا من شوية قلنا كلمة اريسموس دي اريسموس جار انثروبو استيل اريسموس جار انثروبو استيل طبعا انثروبو يعني انسان يعني اذا ده عدد انسان وانا سبق واشارت اكتر من مرة وبأكد هتاني لحضراتكم بوضوح ودي الاية الاساسية في الكلام اللي نقول ان الوحش هو انسان ضد المسيح انسان وليس كيان وليس مرض وليس فيروس وليس شيء وليس فكرة وليس دين كل الكلام ده اطرح اطرح ومازال بيطرح لغاية دلوقتي هل كوفيد 19 هو ضد المسيح هل الفيروس هو ضد المسيح او الفكسين هو ضد المسيح لا ضد المسيح انسان لابد ان يوجد انسان والروح القدس هنا يقول ان عدده عدد انسان انه عدد انسان طبعا انا عارف ان بعض الناس بيحاولوا يا ربو من حكاية عدد انسان دي لانها واضحة جدا عدد ضد المسيح هو عدد انسان هو عدد اسم ضد المسيح هقد لكم 3 اياتة هو عدد ضد المسيح عدد الوحش وهو عدد اسمه اسم الوحش او اسم ضد المسيح وهو عدد انسان اذا بالتأكيد نحن هتحدث عن انسان عن زعيم عن رئيس عن ملك او عن امبراطور أو عن وتفل أي رئيس وزراء وهذا له اسم ثابت ومعروف ومش متغير وهذا الاسم نقدر نعد حروفه باللغة العبرية أو اليونانية ونجمعها يطلع في الآخر التوتل أو الجملة أو عدد اسمه وهو إنسان بعد الشرح في الآياب الأخيرة واحد مرة قررت له واحد مهم على فكرة بالإنجليزي مش بالعربي كاتب إن عدد إنسان ده يعني عدد يستطيع الإنسان أن يفهمه يا سلام هو طبعا ما لهو الرؤية عطيت ليه علشان كلنا لازم نفهمها فيش حاجة سمتعطى عشي مفهمهاش وبعدين النص ما بيقولش كده هو كاتب كده بالحرف المقصود بتعبير إنه عدد إنسان أن البشر يستطيعون أو الناء البيبول يعني الناء إنسان يستطيعون أن يفهمه ده هنا بقى بنلف وندور حوالين الآية والآية لم تقول هذا بتقول هو ده عدد إنسان وفي الجيماتريا كل إنسان له اسم وكل إنسان له عدد ننتقل الآن إلى الجملة الصعبة واللي حضراتكم بعتين عنها عشر تلاف سؤال لا أنا آسف طبعا هم كلهم ما يكملوش مئة سؤال طيب وعدده ستمائة وستة وستون أيوة ده الكلام اللي هو إيه عدد اسم ضد المسيح اللي هو إنسان هذا العدد هو ستمائة ستة وستين يعني لو جبنا اسم ضد المسيح خدنا اسمه المعلن المعروف وخدنا كل حرف لرقم وجمعنا مجموع الأرقام دي الجملة يظهر لي العدد وهو ستمائة ستة وستين هكساكوسيو هكسيكونتا هكس كده مكتوبة باليوناني يعني علشان ما تكتبتش ستة 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 اتكتبت كده هكساكوسيو قد يسيحانا كتبها كده هكساكوسيو يعني ستمائة هكسيكونتا هكسي طبعا السؤال الأساسي هنا هل يمكن أن نحسب عدد اسم الوحش وبالتالي نتعرف على شخصيته حاليا لا طبعا ما ينفعش يعني اخوة اخوات احباك كتير بيقولي ربنا يديلك نعمة وصلي انك تقدر تحسب لنا العدد ده وتكشف لنا هذا يصير ما ينفعش لان الآية ما بتقولش كده الآية بتقول هو الأول يظهر يعني لازم ضد المسيح يظهر لو ما ظهرش بحنا اللي بنعمله وهو تهريك نتعالوا بقى ما ناخدش ستة وستين لوحدها ونركز عليها تعالوا نبص على النبوة بتقول ايه لازم ضد المسيح يظهر وبعد ما ضد المسيح يظهر يبدأ يعمل انشطة كتيرة واحدة من نشاطه بيبقى فيها كود نمبر بيبقى فيها رقم فيها حاجة كده بيسمى العدد اللي هم الناس تقدر تبيعه تشتري عن طريقه اللي احنا مش عارفينه ايه هو لكن عارفين ان فيه عدد هيتطرح نبدأ بقى احنا الناس اللي موجودة مش احنا الناس المختارين اللي هيبقوا موجودين هيقولوا اه الراجل ده شبه اللي مكتوب عنه في النبوة مفيش حد يتسرع وعنده رقم اهو طيب هو اسمه ايه بالزبط اسمه كذا طيب تعالوا نحسب الاسم ده يطلع نفس الرقم ده واللي اتنين هم 666 يقولوا هاللويا احنا كده اكتشفنا اخيرا ضد المسيح هو ده اللي بتقوله النبوة لكن محد الشي يجد الوقت يقول طب 666 ده ممكن يبقى مين ما نعرفش ومش معطلين عشان كده وعبر التاريخ مئات الاسماء الناس اجتهدت وطلعتها وطلعت بالصدفة احيانا وبالتزوير غالبا انها 666 لكن وده فخ على فكرة لا يجب ان نقع فيه ارجوكم ايها الاحباء لا تقعوا في فخ حساب 666 لان مش المطلوب من 666 نكتشف شخصية الوحش لكن مطلوب عندما يظهر الوحش ويبقى فيه حاجة من الامور اللي بيعملها فيها رقم 666 المختارين اللي هيبقوا موجودين واحد منهم او مجموعة هيجيبوا اسمه وهيجيبوا 666 دي ويحسبوه بالجيماتريا سواء بالعبري او اليوناني هيلاقوهم ماشيين مع بعض كلهم فيتأكدوا ان هذا الشخص بالتحديد هو المكتوب عنه في الكثير من النبوات انه الاسيم انسان الخطية ضد المسيح الوحش هي دي الفكرة لكن ما نقعدش دلوقتي زي ما عملوا ناس كتير قبلنا من القرن التاني المينادي 18 قرن 1800 سنة ورجال امناء وكثيرون من الاشرار من داخل الكنيسة ومن خارج الكنيسة بيجيبوا شخصيات ويحاولوا يقولوا ان هو دو ضد المسيح انا قمت بدراسة العديد من الاسماء المخترحة ما انا كل ما بقرأ الحد من الاباء ومن الدارسين ومن الشراح بيحطوا اسماء عندي اكتر من 30 اسم عندي اعتقد عندي 31 اسم جمعتهم وشفت ازاي بيحسبوهم وهو ضد المسيح ما كانش ينزل بالتأكيد لغاية النهاردة منزلش لم يستعلن ضد المسيح ولا يمكن ان يستعلن والكنيسة موجودة والروح القدس فعال على الارض اذا هم عملوا ايه حاول يربطوا واكتشفت انهم عملوا تلات حاجات تلات الاعيب تلا بلاش كلمة الاعيب نسميها تلاعبات عشان محدش يزعليها عشان كده نخلي بنا محدش يعمل كده يعمل بيغيروا الاسم يضفولوا او يحوشوا منه يضفولوا لقب يعني مثلا اشهر اسم طبعا وانا هعلى عليه النهاردة الهدف يعني نيرون الامبراطور نيرون رحوا ماينفعش فرحوا يخلوه ايه طيب القيصر نيرون عشان ينفع ايه طب هو اسمه القيصر نيرون لا القيصر ده اللقب انت ليه حطيت كلمة القيصر عشان تجمع حاجة فاذا بيغير في الاسم الحاجة التانية يترجم يعني حتى نيرون لما جيها باليوناني ما نفعتش نيرون يوناني فكان لازم ندرسها يوناني فرحوا قالوا طب نترجمها بعبري ورحوا ترجموا عبري فعلا عشان يمشوها الحاجة التالتة او الالعوبة التالتة اللي بيعملوها انهم بيغير حرف ما هو اصله بيحاول يزبطها كل في الواحد وثلاثين سيناريو اللي انا قارتهم لغاية دلوقتي ودرستهم واحد واحد بالتفصيل طبعا في ناس كتير متزبطة يعني بس في ناس الغالبية غير متزبطة بيضطر اللي بيقترح الاسم يتلاعب لعبة كده وانت مش داريان او حضرتك مش داريانة ويقولك فلان ده هو ضد المسيح لانه رقم ستمية ستة وستين هكمل معاكم تاني تفسير ستمية ستة وستين وحساب عدد الوحش وعندي كلام كتير هقوله في الجزء التالت بيرد على اسئلة بالتحديد جات لي من حضراتكم وحضرتك فاصل قصير نلتقي بعد الفاصل اهلا بكم احبائي وعزيزياتي المشاهدات بعد الفاصل في برنامج الكوال النبوة وبندرس مع بعض اصعب حتة في الكتاب المقدس كله او ممكن تكون اشهر آية وهو اشهر رقم في التاريخ كله وهو رقم ستمية ستة وستين طيب انا عايز قلت لحضراتكم ان اللي كتب القديس يحن الحبيب لما كتب هذا الكلام كان يتحدث عن الجيماتريا والقديس يحن الحبيب شخصيا علم هذا الكلام لتلاميذه وعندنا حد من الاباء كتب عن الناس اللي كانت حضر يعني ايرينيوس ويرينيوس مثلا كتب كلام ده حوالي سنة 180 190 ميلاديا كان القديس يحن الحبيب ما كملش مئة سنة ميت فكان تلاميذه موجودين هو قال انا عدت مع تلاميذ القديس يحن وقال لهم هنعملها بطريقة تتعمل بطريقة الجيماتريا او حساب الارقام ارقام الحروف ونطلع الجملة الجملة جملة اسم الوحش اللي هو بنسميه بالعربي عدد اسم الوحش لكن الكلمة باليوناني تعني الجملة طيب تعالوا نروح دلوقتي لحاجة مهمة جدا منتشرة طب ماذا عن التفسير الرمزي هو احنا لازم نعبقه زي الصحراء ونجيب كل رقم ونحوله لعدد لا ده مش سحر ده انا انا بقول طبعا الكلام اللي بي اللي جالي من الناس يعني تعبيراتهم اه ساز عادل اه مهم اه لا مش سحر ده هو دي دي وسيلة او لغاية النهاردة بتدرس واليهود في الضيقة العظيمة هيبقوا فاهمين جيماتريا كويس جدا وبيطبقوها والنهاردة في مدارس الكبلة لليهود بتطبق الجيماتريا لغاية النهاردة وبيهتموا بها كأحد اهم وسائل دراسة الكتاب المقدس وربنا خلاهم كده عشان يبقوا جاهزين للضيقة العظيمة احنا ما نعرفش حاجة عن الجيماتريا بنسمع عنها والانجليز ما يعرفوش حاجة عن الجيماتريا بيسمعوا عنها والروس والفرنسوين الامة الوحيدة حتى الايطاليين واليونان ما بيعرفوش حاجة حاليا عن الجيماتريا خلاص لكن الامة الوحيدة التي تمارس علم الجيماتريا وعندهم كتب فيها وانا لخصتها لكم في بداية الحلقة لكنهم عندهم تفاصيل كتيرة جدا وبيعلموها في فصول الكابالا اليهودية هما اليهود لغاية النهار طيب والتفسير الرمزي ده كلام مهم ماذا عن التفسير الرمزي بالطبع في تفسيرات رمزي كتير جدا والتفسير الرمزي مش غلط ولكنه ليس التفسير مائي هل منقولش بقى لأ تفسيرها رمزي بنتأمل يعني فيه ناس كتير جدا بيتأملوا بس مش هو ده معنى الكلام مش هو ده المقصود ده في ناس بتعيش روحية روحنة النص بالتأملات الروحية قد تكون مفيدة ولكنها ليست لتفسير النص ولكن للتأمل حول النص التفسير الرمزي لرقم الوحش على فكرة عندنا عشرات التفسير طب أنا منهم اللي ينفع هو كله ينفع يعني لكن هي عشرات التأملات الشخصية بعض الناس بيقولوها في العزات بتاعتهم عشان يفيدوا المستمعين لكن ده لا يعني أنها هي التفسير أشهر تأمل رمزي عندنا الرقم سبعة هو رقم الكمال وستة ناقص عن سبعة إذن ستة رقم النقصان زي ما بيقولوها تسابونا تدرس يا عقوب ربنا يدي له طولة الصحة أستاذنا يقول أن ستمية ستة وستين رقم يعبر عن ناقص تمام النقص لأنه تكرر ستة 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 رغم أنه في اليوناني ما هوش ستة 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 خالص تمام نهائي خلي بالكم أنا بس هجي لها بعد شوية طيب ولكن هو تمام النقص ده تأمل يعني تأمل رائع جدا طبعا ونقدر نقول زي ما المسيح هو الكامل أو بينادي بالكمال وأنتم كونوا كاملين كما أباكم كامل ضد المسيح سيقود العالم إلى النقصان لكن ما بيقولناش هو مين يعني ما نقدرش نحسب فنعرف اسمه زي ما هو مكتوب لكن ده تأمل حاله تأمل تاني بيقول مثلا رقم ستة بيرمز إلى التعب ليه لقم تالي أن الله اشتغل لغاية اليوم السادس وفي اليوم السابع استراحة الله فرقم سبعة هو رقم الراحة مش الكمال بقى تتأمل تاني إذن ستة هو ما قبل الراحة يعني التعب المستمر التعب المستمر تأمل برضو مش مشكلة تأمل تالت يقول لك اسم يسوع وده على فكرة صح لحدتك لو قلت إيه طب كلمة يسوع باليونان يعني إيسوس طيب إيسوس دي لها عدد أي واليها عدد نقدر نعدها طيب تعالوا عندها تطلع كام؟ تطلع تمنمية تمانية وتمانين فعلا ده حقيقة صحية أهو قدامكم على الشاشة ده حساب رقم أرقام أو عدد أو جملة معنى عدد إيسوس يعني يسوع هتلاقوا تمنمية تمانية وتمانين فبعض الناس يقولوا آه يبايز أن المسيح تمنمية تمانية وتمانين يسوع يبايز الشيطان ستمية ستة وستين لأنه أقل من المسيح طبعا كويس تأمل حلو طب ليه ما يباش سبعمية سبعة وسبعين وليه ما يباش خمسمية خمسة وخمسين أنا طبعا بأهزر لكن الفكرة واحدة الفكرة أن رقم ضد المسيح أقل من رقم وفيه شأبي يعني إبليس بيحاول يباشبه تمنمية تمانية وتمانين بيحاول أن ضد المسيح يباشبه الرب يسوع ولكن سيفشل في الوصول إلى تمانية 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 وهياصل فقط إلى ستة 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 ماشي؟ كل دي تهملات وعلى فكرة فيه كتب تاني بقى وكتب عراق وأنا بخاف من بعض الأراء بخاف من بعض الأراء يعني هقولكم بصراحة الرأي بتاع تمانية تمانية وتمانين ده أنا ما بحبوش يعني أنا لقوا دين اللي بيقولوا أنا عارف إن الناس بيقولوا وما بحبوش ليه مش لإن أنا ما بحبش اللي بيقولوا لأ لإن أول ناس قالوا الرأي ده بتاع تمانية وتمانين حسبوها وقالوا ضد المسيح ستة مية ستة وستين هو ناس سحراء عرفين كتاب مهم جدا اتكتب سنة 150 ميلاديا في القرن التاني الميلادي بدري بدري كتاب اسمه سبلين أوركاليز كتاب مترجم بالانجليزي كتبوا مجبوعة من السحراء والعرفين والانبياء الكذبة اللي جايين من خلفية يهودية او مسيحية وعملوا كتاب كده فيه سحر وعرافة ودجل الكتاب موجود على فكرة الكتاب موجود وانا شفت هات ده غلاف الكتاب على الشاشة اللي حضراتكم شايفينه طبعا بالانجليزي مش مترجم بالعربي ده غلاف الكتاب وده الصفحة التانية اللي فيها البيانات بتاعته وعملوا نظريات حوالين الرقم ده فانا يعني التأمل بتاعة 888 و666 والمقابلة يعني انا مش ابتعدوا عن كل شر وشبشر ما ناخدش من ابليس حتى ولو تعاليم شكلها ممكن تكون كويسة اكيد ملغمة يعني نبعد عنها وفي نظريات تاني كتيرة جدا طبعا نظريات تأملية نظريات الرقم المسلت كل ده خطأ ليه خطأ؟ لان الكتاب المقدس قال لي بكل وضوح انه عدد الوحش لازم يحسب ومش مطلوب تحسبوه دلوقتي مطلوب يحسبوه المختارين في الايام الاخيرة طيب عندي نقطة برضو حضراتكم اثرتوها جدا ومصارى بقوة هل نيرون الامبراطور هو ضد المسيح الكلام ده مهم جدا وهاخد فيه الكم ديئة اللي جاية يعني العشر ديئة اللي جاية دي او الربع ساعة اللي جاية انا اخدها في موضوع نيرون دا لان فيه حاجات كوارث بتقال فيه الساحة العامة العربية حاليا عزات وبرامج انا هعمل عليها والله يدينا نعمة ونقدر نميز نميز الغث من السمين يعني زي ما بيقولوا طيب للأسف لبراليين كتير حاليا علماء يعني مش دايما كل واحد بيدم التفسير لسف رؤية في الغرب بالذات معناه انه هو احد قديسي الكنيسة يعني لا هو فيه علماء بيعملوا دراسات وبيطلعوها فيها كلام حلو مفيد وفيها كلام حلو سم مدسوس علماء لبراليين كتير جدا في العالم حاليا في الكنيسة وخارج الكنيسة بكتبين كتب بتثبت ان نيرون او بتنادي وبيحاول يثبته طبعا ان نيرون هو ضد المسيح وبالتالي نيرون كان في القرن الاول ميلادي وانتهى نيرون وخلص حد ما يعرفش من حضراتكم مين هو نيرون نيرون هو الامبراطور الخامس في الامبراطورية الرومانية وده كان اشهر الملوك عبر الارض كان مجنون انسان فاجر مستبد فاسد شرير كان كل حاجة ممكن تتخيلها نيرون جي طبعا سنة 54 ميلاديا اه يعني كانت الكنيسة لسه هو هتبدأ وجي نيرون بقى هو الملك ومات سنة 68 احنا نعرفه كويس قوي في الكنيسة اه طبعا ما هو ده اللي اضطهد الكنيسة في الاول هو اللي قاتل بوترس الرسول مصنوب هو اللي قاتل بولس الرسول اه وبولس الرسول وقف قدام نيرون دي حقيقة هو حد يقول لكم ما حصلش لا وكتاب الاعمال الرسول بيشهد عن كده الملاك في اعمال 27 ظهر لبولس وقال له ما تخافش يا بولس في السفينة ما تخافش يا بولس ينبغي لك ان تقف امام قيصر انت مش هتموت في البحر لان ربنا لسه بيجهزك هتقف امام قيصر في اعمال 27 من هو قيصر اللي بتكلم عنه الملاك في اعمال 27 هو نيرون في تلك الايام سنة في يونيو 68 مات نيرون منتحر بعد ما قتل المسيحيين بالالاف وكان حياته سيئة جدا 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 الى اقصد يعني مش عايز اكلمكم عن نيرون تاني لو عايز اقولكم هو ملك الملك ده كان جيه في بداية الكليسة المسيحية كان في روما وهو اسوأ ملك في التاريخ طيب ليه ناس بتقول انه هو ضد المسيح لان للأسف بعد ما نيرون مات ناس كتير جدا من المجانين في روما وفي اماكن تانية في الامبراطورية قالوا لا لا هو نيرون ده ممكن يموت ده هيرجع تاني للحياة واعدوا يقولوا احنا مستنينه ولغاية دلوقتي في ناس تقولك انه هو هيرجع للحياة ويقولوا انه هو ده ضد المسيح طبعا اباء الكنيسة ردوا على الكلام ده القديس لاكتانتيوس في النصف الاول من القرن الرابع الميلادي رأمسكهم بعد 300 سنة من وفاة نيرون مثلا يعني مسك الكلام ده كتب عنه بكتير في كتابات اللي كتاب كتاب مهم جدا عن اسمه The test of the prosecutors أو عن موت المتهدين قال للناس انتهدوا الكنيسة عن نهاية المتهدين كتاب رائع جدا وقعد الترقي في الفصل السابع من الجزء التاني اتكلم عن هذه الخرافة الايمان بان نيرون سيعود مرة ثانية او انه ضد المسيح زمان دي خرافة والقديس اغسطينوس في مدينة الله رد على الكلام ده في المدينة الله في الكتاب العشرين فصل 19 وقال انا بتساءل ازاي بعض الناس عندهم الجرأة انهم يفكروا بالطريقة دي قال كده بالحرف اغسطينوس على الناس دي اذا النايرون ده ما هواش ضد المسيح ومش ممكن يبقى ضد المسيح وبعدين نيرون ده اسمه معروف وعلى فكرة ليه عدد والعدد ده مشهور جدا ليه حاجة طريفة يعني النايرون ده كان انسان مستبد والناس بتكرهو يعني غالبية الناس كانت تكرهو الا المجانين اللي زيه فكان الناس يجوا بالليل في روما ويكتبوا على الجدران الف وخمسة الف وخمسة يصحى نيرون الصبح يلاقي كل البيوت مكتوب عليها الف وخمسة بالجرافيتي يتجنن ايه بقى طب يتجنن ليه لان عدد نيرون اهو نيرون قدامكم على الشاشة نيرون اهو باليوناني من خمس حروف يبقى يتحول الى ايه خمسين خمسة مية تمنمية خمسين اه تمام الان خمسين بال بالجيماتريا اليونانية يبقى مجموحهم كام خمسين وخمسة خمسة وخمسة ومية مية خمسة وخمسة وثمنمية يبقى تسعمية خمسة وخمسة وخمسة يبقى الف وخمسة الف وخمسة ده رقم نيرون طب ليه كان بيتجنن اه لان الف وخمسة ده تنفع نيرون وتنفع الذي قتل امه جملة كده القاتل امه حد يقولي طب وإيه علاقة ده ابن نيرون لان نيرون كان مجنون وقتى الامه اه امبراطور اتى الامه تخيلوا فطبعا فالناس كان بنتالي عليه قاتل امه فبدل ما يكتبوها كده كان يكتبوها الف وخمسين اذا نيرون عارفين اسمه عدد اسم نيرون مش ستمية ستة وستين وده عدد مشهور مش احنا اللي بنحسبه ده كل اليونان والرومان في ايام نيرون وما بعد نيرون كانوا حزبين الحزبة دي فلما يجي واحد مننا وقولهم لا ده ستمية ستة وستين يبقى بيهزر طيب الناس اللي بتقول ان نيرون هو المسيح عملوا كده ازاي اه تلعبوا تلعبوا بدل ما يقول نيرون كتبوها نيرون قيصر نيرو سيزر نيرون قيصر وما نفعتش برضو فرحوا ترجموها من قيصر قيصر في حرف اليودا وحطوها نيرون كسر كسر يعني كسر دي ما نفهمهاش كلمة غلط طبعا فلما عمل نيرون كسر وجمحها طلعت ستمية ستة وستين شفتوا الفابركة شال حرف اليودا اهو الاسمه قدامكم بالعبري علشان يلصموه رحوا الاول حولوه من نيرون الى نيرون قيصر ورحوا ترجموه بالعبري ها دي تاني قالوها كسر مش كيصر كله دا تلصيم كله دا تلصيم طبعا اباء الكنيسة ردوا على هذا الكلام وردوا بقوة عبر التاريخ القديس ايرينيوس في كتاب ضد الهارتقات في الكتاب الخامس الفصل تلاتين قال انه ما ينفعش نيرون وقال ان في اسماء تاني تنفع والقديس اللي انا بقول ايرينيوس مهم جدا لان في لعبة تاني عايز اقولها دلوقتي جات لي برضو في اكتر من سؤال لما بدأوا بعض الناس يتريأوا على الناس اللي كانوا بيقولوا ان نيرون هو ضد المسيح معظمهم غنوصيين يعني غنوصيين دي هارتقى مش عايز ادخل في التفاصيل كتير هارتقى ظهرت في القرن الاول الميلادي مادري مادري ظهرت ناس كده فاكرين نفسهم بيعرفوا كل حاجة غنوصيين يعني ايه اسدزة في المعرفة والتفكير ودي انتشرت في مصر على فكرة في مصر الوسطى وفي الصعيد انتشرت بشدة كان فيه فلاسفة هناك في الحتة دي وطبعا في اسكندرية بس مصر الوسطى بالذات في المينيا بلدي وفي نجاح حمادي والمناطر دي كلها ايه بقى لما بدأوا المسيحين يقولهم بس انتوا غلط انتوا بتزوروا اسم نيرون طيب فين حرف اليودا طيب ليه ترجمتوا بالعبري وهو رجل يوناني طيب فين الف وخمسة راحوا عملوا لعبة ايه اللعبة دي بقى راحوا غيروا تاني وخلوها تتزبط بقيت 616 خلي بالكم ده كلام مهم جدا وبدأوا يتلعبوا في النص الكتابي شوفوا الخطورة يعني بدأوا مجموعة من الغنوصيين الهراطقة في القرن التاني الميلادي يروحوا يغيروا الكلمة دي بدل عدد اسمه 666 خلوها 616 الكلام ده اكيد اه طبعا اكيد طب عرفتم منين من القديس ايريناوس القديس ايريناوس سنة 190 ميلاديا 190 ميلاديا بدر بدر هو كتب عن الكلام ده ورد عليه وكانت ردود قسية جدا رد على كيف ان هؤلاء الناس تلاعبوا بالنصوص المقدسة علشان يثبتوا يثبتوا حاجة معينة كتب ايريناوس سنة 190 في كتاب ضد الهراطقة في الكتاب الخامس اكتب يقول هذا اذا هو وضع الحالة الرقم موجود في كل ده كلام ايريناوس سنة 190 الرقم اللي هو ايريناوس لما كتب سفر الرقم شفهم القديس ايريناوس قال انا سألتهم وقدموا شهاداتهم شهادوا وقالوا ان القديس يحن اكد لنا ان الرقم هو 666 ويحسب ازاي الكلام ده موجود بالحرف وبالترجم بالعربي على فكرة وكتب انه عدد مرات العشرات مساول عدد مرات المئات مساول عدد مرات الاحد يعني 6 عشرات و 6 مئات و 6 أحد يعني 666 ويوجد التزام بالرقم 6 كتب كده بالحرف القديس ايريناوس قال الكلام ده احنا خدناه من القديس يحن شخصيا لانه كان الجيل التاني بعد القديس يحن ويقول بعد كده وانا لا اعرف كيف ان البعض يخطئ متابعين طرق اخرى بدل ما يخلوها 6 يخلوها واحد ويقول طارحين منه خمسون بدل 6 يبقى واحد قديس ايريناوس كتب الكلام ده في الفصل 29 من الكتاب الخامس الفقرة الاولى مطبوعة في الترجمة العربية بتاعة مؤسسة القديس انتونيوس اللي ترجم هنا الاستاذ العظيم جدا ابونا كلنا واستاذنا دكتور نصح عبدالشهيد طبعة 2016 صفحة 345 الكلام ده تكتب امتى تكتب سنة 190 ميلاديا الكنيسة عارفة الكنيسة عارفة من سنة 190 ان فيها راطقة بالذات موجودين كانت مجموعة موجودة في مصر في صعيد مصر بيحاول يغيروا 666 ل616 علشان يثبتوا ان نيرون هو احد اهدفهم طبعا هو ضد المسيح ويستنوا نيرون مع الفلاسفة اليونان والجنون بتاعهم او الخرافات بتاعتهم دي يجي واحد جديد جدا قريب قوي يجي واحد سنة 2003 2003 من 17 سنة في محطة التلفزيون البي بي سي يعمل برنامج ويقول احنا اكتشفنا اكتشاف عظيم جدا هيهد صفر رؤية ايه عام اللي اكتشفته الكلام ده حقيق فعلا في 2003 قال اكتشفنا ان في مخطوطة بتقول ان رقم الوحش مش 666 ده 616 ايه جديد ما احنا عارفين ده انت الاكتشاف اللي اكتشفته ساعتك ده بيأكد ان ايرينيقوس صح احنا عدنا بتاب ايرينيقوس ده اللي تكتب سنة 190 ميلاديا يقولنا لا لا ده حاجة جديدة لا مش حاجة جديدة ارجع ليرينيقوس في ضد الهراتيقة في الكتاب الخامس فاصل 29 هتقرأ الكلام ده والكنيسة وقفت ضده اه طبعا فيها راتيقة عبر التاريخ لكن الكنيسة الحقية وقفت ضده يقول لا بس لقينا مخطوطة ايوة ما هم كان عندهم مخطوطات والقديس ايرينيوس قال لنا ان عندهم مخطوطات وان النساخ بيغلطوا بيكتبوا اكده عندهم القديس ايرينيوس شرح الكلام ده كله بالتفصيل في الصفحة اللي بعدها على طول مفيش مشكلة يجي حد انتشرت دلوقتي بقى معلمين في الكنيسة العربية او في برامج تليفزيونية او على اليوتيوب يقولوا هو 316 مش 666 لا لو سمحتوا توقف شوية واعرف ايه الموضوع دي المخطوطة اللي بتكلموا عليها هي موجودة على فكرة دي مخطوطة تم العصور عليها في المينيا في المينيا في منطقة البهناسة في مصر حاليا موجودة في متحف اشمليان بتاع الفنون في اكسفور تقدر تتفرج عليها مخطوطة مخطوطة مصرية صغيرة جدا اهي دي ما فيهش حاجة خالص ومكتوبة غلط مكتوبة 616 بالارقام عشان كده انا في بداية الحلقة ارطلوكم النص المقدس كان مكتوب بالحروف 666 مش 666 بالحروف ما فيهش حاجة اسمها 616 هذه هرتقة غنوسية لها علاقة بعودة نيرون الى الحياة واشكركم جدا وفي الحلقة القادمة احاول اجاوب على اهم اسئلة حضراتكم اللي اتطرحت بسبب دراسة رؤية 13 واراكم على خير في الحلقة القادمة من برنامج اقوال النبوة انت انا الرب ولم يأتي شكرا لكم اشتركوا في القناة